بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي متابعي قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد بقدم لحضراتكم عن نظرة تخيلية للمبارة النهائية في دوري ابطال افريقيا بين النادي الاهلي والزمالك في 27 نوفمبر 2020 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا عارف ان في كتير من الناس مش هتقدر تستوعب ان الماتش ده بين الاهلي والزمالك في نهاية افريقيا ولا هتقدر حتى تتخيل سيناريو المباراة الناس مش هتتخيل اصلا المباراة هتمشي ازاي او هتكون ازاي الماتش ده هيكون نهائي تسعين دقيقة هيعدوا على ناس كأنهم تسعين سنة وهيعدوا على ناس تانية كأنهم تسعين سانية مع كل هجمة هنا او هناك هيجيلك سكتة قلبية احسن لك تروح تتفرج عن الماتش جنب اي مستشفى ودي نصيحة اخوية النهائي ده مش هيكون نهائي عادي النهائي ده مش نهائي والسلام علشان النهائي ده نهائي مش عادي الخسران مش هيزعل كم يوم ويرجع طبيعي تاني ولا الكسبان هيفرح كم يوم ويرجع طبيعي تاني لا الخسران هيقعد عشر سنين مش ناسي مرارة الهزيمة والكسبان هيفضل اكتر من عشر سنين بيحتفل بالفوز الاسطوري بالبطولة تخيل مثلا شيكبالا بيسجل هدف الفوز في اخر دقيقة في الاهلي او تخيل كهربا مثلا بيسجل هدف الفوز في اخر دقيقة في الزمالك اكيد طبعا جالك مغس صح وقلبك ده اجامد وعصابك سابت الموضوع صعب وخصوصا ان البطولة غايبة عن الفريقين من سنين طويلة وكل فريق من الفريقين هيدخل عشان يحقق البطولة ويكسر الغريم الابدي بتاعه مغل ماتش ده هيسيب عقدة كبيرة للفريق الخسران وهيبطل ناس كتير كورة واللعيبة اللي هتعمل غلط هتتسبب في جون هيبقى اللعيب ده منبوز من كل الجماهير بتاع فريقه مدى الحياة مش بس في الماتش ده مش هيترحم واللاعب مش هيبقى راجل في الملعب الا لو لعب بكل رجولة وكسب الماتش اللعيب اللي هيسجل في الماتش ده وهيكسب البطولة لفريقه الجماهير هتحبه مدى الحياة وهتشفعله عن اي غلطة تانية بعد كده ولعيبة كتير من الفريق الخسران هتتسرح بعد النهائي ده لانه هيكون نهائي قوي واقوى نهائي في تاريخ دوري ابطال افريقيا احنا مستنين بفارغ الصبر الماتش الحساس لأعلى درجة اتمنى الماتش يتلغي او ما يتلعبش علشان الناس ما تزعلش من بعض انا عن نفسي بقول اللي هيكسب مصر كلها تكسب واللي هيخسر مخسرش حاجة هو بس المشكلة ان اللي هيكسب هيبقى قدام الدنيا كلها انه هو البطل واللي هيخسر هيختفي وهيتحفل عليه من السوشيال ميديا كلها انا بقول للناس كلها الماتش ده هو عبارة عن مباراة في كرة القدم في الرياضة اللي يكسب يكسب بشرف ويكسب بمجهوده واللي يخسر يخسر بشرف يلعب لاخر وقت ويعمل كل اللي عليه وفي الاخر التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ارجو من كل الجماهير ان هي تتعامل على ان الرياضة اخلاق الرياضة مكسب وهزيمة الرياضة خلقت للمتعة ومتعة الجماهير اتمنى يكون الفيديو قفات حضراتكم وان شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة باذن الله اترككم جميعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة